هاجم أفراد من تنظيم باكو حرام الإرهابي قرية في شمال شرق نيجيريا وأحرقوا عددا من منازلها وقتلوا واحدا وعشرين من سكانها كما أكد سكان القرية وصل المهاجمون على متن أربع شاحنات وعدة دراجات نارية وأكد أحد سكان القرية أن المهاجمين الذين كانوا يرتدون ثيابا عسكرية وعمائما نهبوا مستودعات الطعام قبل أن يحرقوا بعض المباني